اشتركوا في القناة وسعيدة جدا اننا النهاردة دي اول حلقة قدمها في برنامجنا طبعا احنا كل حلقة بيبقى اهم حاجة عندنا شوفنا في الحلقات السابقة من اهداف برنامجنا هو المجتمع تسليط الضوء على ايجابيات المجتمع والنهاردة الايجابية بتاعتنا خاصة بكل طفل لان الطفل ده موجود هو في كل بيت مننا النهاردة معينا قناة مهمة جدا بتعلم الاطفال بطريقة مختلفة وجديدة حبينا ان احنا نسلط الضوء عليها عشان دي ايجابية تخص الاطفال زي ما احنا عرضنا قبل كده في الحلقات السابقة ان من اهداف هو المجتمع تسليط الضوء على الايجابيات والايجابية النهاردة موجودة في بيتنا النهاردة احب ارحب معيكو بضفتي الغالية الاستاذة هند محمد علي اهلا بك يا هند النهاردة احنا هنعرف من هند الفكرة اللي هي عملتها للاطفال وازاي تقدر تعلمهم حاجة جديدة وبطريقة جميلة وبرحب الاستاذ عمر الزوبيدي اهلا بك يا عمر اهلا بك يا صاح مرسي قوي ان انت احترى يقدم الحلقة النهاردة دي اشهر افنين ربنا هيخديك بداية انا احب اسألك يا هند ايه فكرة القناة بتاعتك قناة هند وازاي بدأت الفكرة دي وامتى اولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جدا لدعوتكم لي ونشر الفكرة الجديدة بتاعت القناة بتاعتي اولا الفكرة جات بصراحة عن طريق ولادي انا اولا انا خارجة الالكترونيك هندس الالكترونيك وليه ده خالص عن مجال فتربتي مع الاولاد فلاحظت ان الاولاد بيجوا عن طريق الانشودة وعن طريق شرحة او تجسيد اي فكرة ما عايز اوصلها لهم فانا بصراحة حبيت يعني اطرحها في ارض الواقع يعني عايزة غير يستفيد يعني لا نفع عيما بيها نفع بيها الاخرين يعني فبصراحة الفرصة جات لي ايه ناس كتير او شجعتني بيها فقررت لانا ان شاء الله باذن الله امشي فيها يعني ان شاء الله ان شاء الله انا بنتلم عن الطفل ايش ما يعني سبب اختيارك للطفل ليه ما حبناش ان احنا نقدم لمحتوى للشباب او لكبر الصين والله يا فاندم هو الطفل هو من شاب على شيء ان شاب عليه يعني الطفل هو اساس كل حاجة يعني اول ما الطفل بيبتدي حياة فهو بص قانون كده تجسد عليه سواء اخلاق او تعليم تغيير سلوك لي فهو يعني هيتبني عليه فطبعا هو زيقولك ايه هو رأس المجتمع فهو يكبر بقى فهيعلم ده الاولاده فعشان كده اخترت الطفل مع العلم كمان ان انا عايز اقول لحضرتك اللي سماني كتير من الامهات برضو فقالولي على فكرة انت مش علمت الاطفال بس انت كمان احنا حاجات ما كناش نعرفها عارفنا عن طريقك كنت اسألك على كده فعلا يعني هالي المحتوى ده هيعلم الكبار برضو ولا الطفل بس خاص بالطفل والله انا بقول لحضرك انا بيت سعيدة جدا لما قالوا لي احنا اكتسبنا معلومات يعني انتي علمتينا ازاي كمان يعني ازاي اني وصل معلومة للطفل فدي حاجة لذيذة قوي اللي انت عرفتين بها كلمين اكتر عن محتوى القناة بتقدم ايه فيديوهات كل الحاجات التعلمية اللي انت بتقدميها تستخدمي فيها ايه والله انا المنبع الاساسي ليه منبع الديني بصراحة بس هو مش هو الضوء اللي هيتصلت عليه برضو لاني تغيير سلوك الطفل بنائم برضو عن الدين يعني انا جيت مثلا اقترح فكرة فلقيت كل مدلولها برضو من الدين يعني جبت مثلا حديث صغير مثلا زي خيرو الناس اعنفعهم للناس فجسدته بشكل بسيط كده في اشخاص فبدأوا يمسطلوه بطريق ويسا احنا هنشوف برضو بعد اعمالك في القناة ان شاء الله هنعرضها يتفضلي تكلمي عنه اكتر وبردو عن طريل انشودة الطفل بيبقى مجازب جدا عن طريل انشودة فانتي لو غنيتي معا حاجة بسيطة كده فمشاء الله بيتقبل المعلومة بطريقة كويسة ويحتفظ بيها هنشوف المحتوى اللي هي بتكلم عليه ولا لسه على القناة في فيديوهات كده ان شاء الله بتجهز بس من الاعداد بتجهزها وتتعرض معنا برضو عشان الناس برضو تعرف احنا بنتكلم عن ايه ان شاء الله انت حبيت ان انت توصل الدين تربط الدين اه بالطفل وتغيير سلوكه برضو يعني تغيير سلوك ومنها برضو التعرف عن دينه يعني التعريف عن دينه يعرف برضو حاجات بسيطة عن دينه زي مثلا ارقان الامان وارقان الاسلام كيفية الوضوء طيب احنا نشوف كده حاجة كده طبعا المحتوى بتحضريك طرقنا ونشوف كده حضريك برضو يعني يتعلق عليه كده ونحاوز بحس ان احنا بقى فيه توعية للسادة المشاهدين هو الفيديو موجود معنا هو تعليه هو ياريت برضو كده ايه تعليقنا عليه والله هو دوت نشيط صغير كده الاطفال هنا انا فاكرة اولا ابني اللي بيغني معي ماشا الله بينشد معي فكنت عايزة عرفه ايه الكعبة والرسول تواجد فين ايه المكان فحق نبزة بسيطة كده عن سيدنا محمد اخترت الكارتون انت في تقديم المحتوى للاطفال لاني عن فاكرة الكارتون مش صغير بس اللي بيتقبله كبير وصغير انا نفسي اصلا يعني اكتسح في المكان هو ممتع اصلا ان فعلا الكبار بيتفرجوا على الانيميشن والكارتون فانتي قدمت لهم هل هو معنا برضو هو تبصوا برضو يسمعوا اه اه تمام ده المحتوى اللي حضرتك بتقولها ده تعريف الشهادة كمان عشان يعرف اشهاد وان رأي لنه حضرت رسول الله برضو بطريقة بسيطة يعني والفيديوهات كلها حضرتك لو شفتها ما بتتجاوزت البقاي يعني عرف الفيديو طفل يفضل هو ماشي كده يقولها فتبقى مستمتع وهو حفظ حفظ حاجة انا شفت التفعولات اولا بصراحة من اهلي اه يعني انا ولاد اخويا والكلام ده كلهم اطفال موجودين فالاطفال رايحة جاية بتغني الاشيط بتاعتي اللي انا عملاها اه كذلك جراني يعني جراني جدا ناس نزيزة ومفترمة ومتعونين معايا مش اخدوا الفكرة كده ان انا مثلا ايه اللي راك هتعملوا ده وتاخدوا ولادنا لأ ده شجعوني على الكلمات نفسها حضرتك اللي عملة كل حاجة انا عارف مهندس محمود يوسف وضياء عبد الحميد بقدم لهم كل الشكر اه اه والله ناس نخترمة جدا يعني فتركيب الفيديو بتاعي بس انا الايمن الحمدلله رب العالمين بالكلمات بالتتر بكل حاجة بس هم بقى اخراج يعني التصميم الصوت والتركيب الصور يعنيت الفكرة اه قلت لهم الفكرة ايه هم بينفز هم برضو ليهم بصراحة عامل كبير لانهم بيعملهم يعني بشتغلوا معايا بدون مقابل يعني هم عايزين مؤمنين جدا بالفكرة بتاعتي فقالوا لا احنا احنا اعلم طفلي يعني دي حاجة ممتازة بصلت العدد كبير بقى عدد فيديوهات والله الاكتر فيديو جاي لي يعني وصل 1250 مشاهدة بس بس ايه اه فلسته في البداية الله يصيد عن طريق هو المجتمع القناة اسمعي هند للاطفال هند للاطفال هند للاطفال ايه الحاجات بقى اللي انت بتفكري أستاذ هند تضفيها عشان تطوري من المحتوى ده هل فيه اي حاجة نفسك تعمليها اكتر في استعمال التكنولوجيا عشان يطلع محتوى بشكل افضل كمان والله انا حاولت اللي انا استخدم برامج عندي في البيت حتى عشان وفيه برضو فيديو تالت ده برضو بيتعرض يا اه ده كده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومعايا اطفال من الكمبونت عندي فمتعاونين معايا قوي بتتفعلي مع الجمهور بتاعك يعني انت كده متفاعلة معهم تماما مبسوطين جدا بتخليهم بيشاركوا اه بيشاركوا معي وعايز اقولهم ايه رائيكوا طب قولوا الافكار اللي انتو عايزين تقولوها فبس معهم يعني هما سن عشر سنين ويحداشر سنة بس ما شاء الله عليهم يعني يعني ماشاء الله وبرضو ارجع اقول للعامل الاساسي ليهم اسرتهم لانهم الناس محترمة جدا وشجعوني كمان اللي انا عمل في الخطوة دي وهم كمان يبقوا معي بيسندوني فيه تماما اتمنى اليوم التوفيق يا رب يا رب اللهم حضرتك طب عملتي اي حملات توعية او افنتية مثلا في مدارس او حضنات تنزلي ان انت تخلي الناس تسمعك اكتر تعرف بالقناة اكتر تنشريها عملت الحية زي كده لا والله وانا عندي افكار بس انك مني قاعدة في مكان جديد او مدينة جديدة فمش متاح حاليا حاجة جنبي اللي انا انشر الوعي ده فحاليا الصفحة اللي انا عملها على الفيسبوك والقناة والمتشوب وصحبي بقى طبعا بتلقى منهم الرسائل عن طريق الواتساب او المسانجر يعني طب حضرك قلت اني فيه افكار ممكن بقى نطلع عليها ايه الافكار اللي عندها حضرتك ممكن طبعا يعني انا نفسي فيه سلوك ظاهر قوي سلبي في المجتمع زي ظاهرة التنمر وانا نفسي اتكلم عليها جدا يعني نفسي برضو اجستت حاجة زي نظام الحديث اللي انت حضرك شوفت دلوقتي فنقلل شوية من السلوكيات الظاهرة زي التنمر وكمان بس ده مش هيبقى موجه للطفل هو هيبقى موجه للمجتمع طبعا للمجتمع هو الطفل دوت هو اساس المجتمع انا شايفا كده والام برضو ان الام برضو على وعي انا بنتكلم ان الطفل فيه امور ممكن يستوعبه فيه امور ما ينفعش انه يستوعبه او لسه ما والله والله يا سيد عمر انا معاملتي مع الاطفال ما شاء الله فاهمين حاجات كتب جدا انا عاوز اقول حاجة انا عالش يعني انا عندي ابن اخوية طفل ست سنوات عامته ايه جديد يعني بيتكلم معي يحورني ايه جديد ايه جديد انت هتعمللنا ايه هتنزللنا ايه فبدأ ما شاء الله علي يعني بتكلم وبيفهم طب انت فهمت ايه من الفيديو فانا بتكلم عن رسول الله وفيه كعبة وفيه 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 فطب انا مبسوطة جدا طفل عن ست سنوات طب انا مش بخاطب بس لست سنوات الطفل الحد اللي ما يبلغ بخصوص التنمر يا اساها هن فعلا في دلوقتي في المدارس بيحصل تنمر طفل قصير يعود الترياه عليه طفل مليان او طفلة مليانة بيعودوا يتنمروا عليها فانت كده لو عرفت تقدمي لهم ازاي نحب بعض زي ما احنا تبقى دير رسالة مهمة جدا للاطفال وبردو الكبار بيتنمروا على بعض فاحنا بنقدم الرسالة للطفل وللكبير يعني انت ممكن تعمل لنا حاجة بالطريقة دي مبسطة هيتعجبهم يعني هيسلوكوا سلوك افضل من كده بكتير مع بعض دي فكرة والله بجد على بالي ونجيه بس كمان انا فيه فيديو انتشار قريب كان ولد معق ربنا خلقه بشكل معين فحد بيكلمه بطريقة يعني اخاف منه وبيكلمه بطريقة يعني فيها استفزاز شوية فطبعا الطفل طلع بكى وقال انا باتمنى بقول للربنا ليه خلقتين كده فده نوع تاني غير التنمر فان الناس تحسس بعضها ان فيه اعاقة وده شكل لا المفروض ان احنا نتقبل وضع ونظهر الظاهرة ان فيه ناس ربنا خلقهم بالطريقة دي فاحنا لازم نحترمهم فالحاكتين ده بجد نفسة وان شاء الله اعمله عن وقت قريب ان شاء الله بإذن الله اتاني انا نفسي بقى بطراحة اتمنى كده تقبلنا اللي احنا نعمل برنامج فيها نوعي فيها الاطفال وبجد على فكه مش هتبقى دي بس يعني ان شاء الله نفسي كمان اعمل حاجة انا عندي جروب اصدقاء ممتازين بيعملوا حاجات بقى عن طريق مثلا التركيب ده بقى تخصصي ضوائر الالكترونية اسمه المقتكر الصغير عايزين يدم التفل بكل جوانبه بس لا بجانب كمان فكره لان الطفل دلوقتي ما شاء الله بقول لحضرتك بقى على وعي اي طفل دلوقتي اي طفل زيبي امسك الموبايل قعد عليه وعارف كل حاجة وبيعرف يشغلوا فاحنا عايزين يدين فرصة ان هو يعمل حاجة كده ينشغل بحاجة مهمة انت حضريك كده يعني معلش سلط الضوء على مشكلة كبيرة جدا اللي هو التعليم عن بعض اللي هو المزارة التعليم بتبدأ ان هي عايزة اللي يتطبقها في المرحلة اللي جاي علي وبدأت فعلا تتفرو و لكن للأسف احنا بنلاقي مثلا الام بتيجي تقول ايه الطفل عندي ما شاء الله ده بيمسك التلفون وبيعمل كل حاجة وبيعمل جميل وبيعمل كل حاجة لكن عندي التعليم نجي نقول ايه بدأ بقى ان احنا نتكلم عا المشاكل طب هو الطفل هيعرف يمسك التلفون طب هو الطفل نفسه هيعرف واي فاي و محتاجين ومحتاجين ومحتاجين يعني ان هو في اللاعب شغال كويس ولكن في العلم لا مش شغال فديه ظاهرة لنحب نتكلم من التعليم على البعد فعلا هو المرحلة اللي جيه هيبقى هو ده المتاح فانت حضريك بتقول ان انت من خلال الفيديو بس ممكن ان انت تقدميه ولقيت تفاعلات فاحنا ليه ما نربطش بقى يعني ليه ما بقى شفي ربط بقى انا بقى اللي ده تكلم عليه حضرتك مثلا زي بقلت الواي فاي في ناس ما عندهش النوطرة في شريحة كبيرة جدا من المجتمع ما عندهاش الحاجة دي فئة متوسطة فئة تحت المتوسط فاحنا الشاشة للتلفزيون هي ربوستلاليا فاحنا نقدر ننشر ده عن طريق برنامج او قناة تتبنى او تبقى راعية للقصة دي فنبدأ من هنا ان شاء الله تبقى خطوة لبناء طفل انت بتكلمي عن رعاية لقناة اليوتيوب الخاصة بحضرتك هي عايزة تطور قناة اليوتيوب لبرنامج لان احنا فعلا في مصر ما عندناش برامج كتير للاطفال فاستاذة هندة نفسها ان يتواجد حد يرعى القناة بتاعتها وان هي تبدأ برنامج كويس جدا يعلم الاطفال فكريا وسلوكيا وتعليميا انت كده هتستعملي كمان التكنولوجيا اللي حضرتك درسيها في تعليمهم كل حاجة في المجتمع يعني انا فعلا بدعم طبعا فكرة حضرتك وده فعلا يعني في الزهن ان احنا زمان كنا نلاقي برامج اطفال كان الكل بيروح يقعد قدامها فعلا فعلا في الفترة الاخيرة مفيش انا على فكرة انا طبعتي ده فرض الواقع انا عايز اقول له حضرتك انا نزلت في الكمبونت عندي جمعت الاطفال والاسر بتاعتهم كانت مفعلة ده فكنت بلاقي مسلا سلوك اتنين مسلا يدخلوا مع بعض او يعملوا مشكلة طبعا بترايت طبعه دلاجتماعي طبعا 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 المرحلة اللي جاية بقى ان شاء الله باذن الله المرحلة الجاية الهدف الهدف الاساسي بقى نفس الجد يعني ننشر القناة بشكل كبير عشان لو دي وصلت يعني زي ما السلبيات شغالة والظاهرة السيئة شغالة عايزين نظهر بقى الايجابيات عشان الاطفال تتفاعل معنا طبعا ايه اللي مع الطالبكم والله الماديات برضه يعني احنا بنشغل الجهود الذاتية كل واحد عنده من جواه طاقة ايجابية فهو بيطلعها في مجتمعه زي كده وزي الاستاذ محمود معي واستاذ ضياء يعني هل انت تقديم حاجة كويسة للمجتمع يا فندم انا يكفي ان انا بترفعلي سمعت التليفون انا بنتي تمشي فى الشقة بتغني النشيد بتاعك بتنشده وبيمثله مع بعض الاحاديث وهو كفية عمدي يعني عايزة سعادة اكثر من كده ده بيحمسوني طيب ليه اخترت الدين دا عشان تربطيه لان حضرتك السوليكيات بتاعتنا لاحظت المدلول بتاعها من الدين يعني عشان أمست الحاجة لان انا مثلا اساعد حد كبير زي الفيديو اللي احنا عرضناه احنا فيه صور كمان معنا اه اه صور الاطفال اتفاعلوا معنا عيزة او حدودك اللي فيه اطفال زعلانة تانير سور برضا هتتعرض معنا استطيع المرة جاية اكيد هتتعرض ومش هايزعلم ان شاء الله دول الاطفال اللي كانوا معي على الحضرتك بتجمعيهم وبتقفي طبعا تعلميهم الاناشيط دي اه وفيه كمان يعني لو هنعلق الصور دي هنقول ليه اه باتمنى اولا يوم التوفيق اللي هما انشجعوني على ده والله يوم جعلولي ان شاء الله يبقى ليه بركة في الدنيا يبقى في الاخرى ان شاء الله ربنا يا سعيدة جدا باتفاعل معي وبرجع اول تاني شكرا لأهليهم يعني أهليهم وكاحوا لي الفرصة لما وثقوا سكة وتشجيع يعني هما شكرا لأهليهم فيه اهالي ممكن تسمع منك الموضوع ايه اللي بتعمله دي فاضي يا مسلا ايه يا جماعة مالش فاضي يا والله انا مانديش وقت بستنع البزر اللي ما بقع بطرحها في اولادي فانيك تشوفها في غير طب بالنسبة للوقت اللي انت كل انت فيه كأم الولدين ما شاء الله ربنا يا حمين ربنا يا فاضي ازاي بتقدر تنظمي وقتك ما بين الافكار اللي في دماغك وامتى بتطلع الفيديو ده بتصوف قد ايه بتتعبي قد ايه بتنظميه مع وقت اولادك وبيتك والله يا فاندم انا بقول لحضرك الفكرة جات لي اولا وانا بذكر الاولادي بس عشان بقى اكون نشيط صح لازم بالليل يعني مثلا اول ما ينامه اه اول ما ينامه بس الحمد لله يعني انا نفسيا الحمد لله راضي عن نفسي حتى كمان مكتربتي مع اولادي ان شاء الله فالحمد لله يعني عادي يجي من المدرسة واستفادوا من الدمار طبعا فالحمد لله ويشجعه ضعب اتفاد شجعه بعض مسته زيندي شغال ايه انا كنت شعبة تعليم صناع شعبة تكنولوجيا الالكترونيات بكالوريوس جامعة حلوان ايفاندم بكالوريوس واشتغلت معيدة شهرين في الجامعة وبعدين ستها وبعدين اشتغلت مهندس الالكترونيك في شركة النخيل فوست البلد بعد كده سفت بقى صبعا عشان تزوجت بقى وما كان الشغل بين اززوج والأسرة قالك وعادي لا ما قاليش لا قالك وعادي لا انا بحيلش مهندس محمد على مهندس مدني محترم جدا فهو بالعكس مشجعني لو قال لي عادي ما كانش يطلعني على القناة فهو مشجعها فعلا هو كمان شايفش في ايجابيات فقال لي لا انت ماشي مكانك هنا دي حاجة جميلة كان هو من ضمن الناس اللي سندين معاك واول واحد بصراحة اكتشف القصة دي وقال لي كان ملك الأخ الأصغر لي مين دكتور حسين دكتور حسين انا من حيي جدا بان هو اكيد شجعك ان انت تطلعي الفكرة دي لنور انا سمعت كده ان انت كنت محرجة ومش عارفة اعمل ايه يا جماعنا مفيش الموهبة دي ومش عايزة تطلعي تعملي حاجة بس انا عرفت ان من البيت بدأي بقى هو الدكتور حسين هو السر اوه هو اللي شجعني في صراحة ودعوات ممتي طبعا انا عايز اقول لحضراتك قبل ما حضراتك تتصلوا علي كانت والله بتدعي لي بالليل يعني ايه في ربنا يوفقك دعوة الامة اساس كل حي ربنا يبارك فيهم دايما يا رب وعدنا حضراتك طبعا وقوفينا اوه والله انا شرف كبير جدا اطلع مع حضراتك استاذ عمر استاذ سمر نبدأ خير خير جدا لك ان شاء الله للقناة وللاطفال اللي هيتفرجوا على القناة يا رب يا رب لو هنقدم نصيحة بقى تبقى اشتغلت مع ايه مع الاطفال هنقدم نصيحة للامهات بقى احنا بنشوف اطفال دلوقتي يتسابوا في الشوارع طبعا عارف حضراتك ظاهرة خطف الاطفال والحاجات الاحداث الاخيرة اللي بتحصل بي لو هنوجه لهم بقى رسالة بقى تتعاملت مع الاطفال بنلاقي امهات ما بتقدرش انها تتعامل مع الطفل ازاي تقدر انها تتعامل معا في طفل عنيد في طفل بيحب ان هو عايز يقعد لوحده مش عايز يصحب حد ف ازاي ان احنا نتعامل معا و احنا نقدم نصيحة للام نفسها طب انا هجاوب على الحاجة اللي انا بعملها مع اولاده كتجربه شخصيه انا من الناس اللي مثلا عامل موعيد لأولاده ينزلوا لعبه مع اصحابه احنا بقوم بقول انت حاجة مقفولة وفي واصفال بتلعب مع بعض بشكل كويس وليهم وقت تمام؟ دي حاجة حاجة التانية مش كل يوم انا بقول له حضرته ليه وقت معين التلفزيون مش دايركت ادعد عليه يعني وحيطة الموبايل دي انا ممسكشه ولدي موبايل خالص وسائل الطرفيه قدامهم ممكن شوية كارتون بلاي ستيشن بس الموبايل دلوقتي بقى اساسي طب مش هتفرق يوم على القناة طيب ونازم يمسك الموبايل فوقت معين ممكن اوريها لأهداف معينة لا انا بخاف بصراحة ان انت دلوقتي بقى يظهر حاجات مش كويسة فانا بخاف من اي محتوى يظهر قدامه فانا بخاف من اي حاجة تظهر حاجة زي كده فهو يبدأ اكتشف فانا مش حبه بس دايما بعرفه ان فيه حاجة اسمها استئذان الاول عشان تمسك الحاجة عشان فيه حاجات بتاع الكبار انت منفعش تشوفه فانا بعلمه كده الاول اه حاضر يا مام فده دي دي انا دواعي بها الناس فمش اي ام تمسك ابنها الموبايل وهل بيبقى فيه استجابه من جانب الطفل اه الحمد لله انا اه احنا بيتكلم ان اتعاملت مع الاطفال عموما انا 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 اقول لحضرتك انا اقدم فيه ناس بتسمعني مثلا او تسمع الانشودة فاني بيحسوني لان ايه مارينة قوي الدنيا لا بس انا اشتيدة شوية ببيتي عشان الطفل يهب اه يهب مني انشدة مهمة اه انشدة مهمة ان انا اكون سايبة الدنيا كده ايه تاني ممكن تقول النصيحة التانية بقولهم ايه يعني يحاولوا على قدر المستطاع انه برضو بصوا على الجانب الايجابي للقنوات اللي فيها ايجابية زي مثلا انتو مبسوطين اوي ان انا لقيت شريحة كبيرة اوي من المجتمع مبسوطة اوي ان طفلها بيفهم حاجة عندنا او بيغير سلوكه سواء بقى عدواني سواء عدم مذكرة سواء اسلوبه مع ممطف في البيت فانتو قدان مبسوطين من حاجة زي كده فتحولوا وعي ولدكو عن حاجة زي كده حبيبي تعالى بسط القرطن ده بتكلم عن ايه تعالى اسمع حبيبي الفيديو ده بتكلم عن ايه قول لي استفاتت ايه يعني انا عامل لوحة كده عندي في البيت بين يوسف وياسين يوسف ده خمس سنوات ومصص نشان الله والتاني تسع سنوات في يلا مين فيكو اللي هياخد النهاردة النجمة مسابقة اه مسابقة في مذاكرة في الصلاة في طريقة التعامل في الصعب يشده مع مادة اقوله لا انت نهاردة كنت وحش مع اخوك انت انا مش بتحب اخوك بس الواحده مش قدام اخوه فبيبقى لقى يا ماما طب سامحيني طب خلاص كده انا استفدت منك على فكرة في النقطة دي معملتهاش قبل كده بس تعجبتني جدا فيها استجابة رهيبة ما شاء الله فعلا التشجيع ما بين الاطفال بيفرق تماما تلاقي كل واحد بيتصابق على ان هو يبقى هو صاحب النجمة هو اللي ستار النهاردة او اللي عمل حاجة صح وبيروحوا بقى يحكوا لاصحابهم ماما ديتني نجمة طب نجمة ايه يعني طب يفاهمون بقى استاذة هيندي طبعا شرفتينا ونورتينا ربنا يحفظ ذكرة ودائما كده ان احنا نكون سعداء ان احنا نقدم النماذج الايجابية للمجتمع ونت حركوا التنماذج ايجابي معنا يعني ممتاز ويحتزى به وياريت ان هو يكون في كل بيت والنصائح طبعا للامهات برضو ان هي تستفاد منها وبالنسبة للاطفال وده طبعا من ضمن اهدافنا من ضمن اهداف برنامج هو المجتمع ان احنا حابين ان احنا نكون في كل بيت بنهتم بالصحة بنهتم بالطفل بنهتم بالتعليم وده اللي حضركم هتلاقوه في برنامج هو المجتمع مع عمر الجبيلي طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم بس طبعا قبل ما اختم طبعا سمر نورتينا نور بيك يا عمر وان شكرا لحضورك وان شاء الله بذلك فكرة جاية من التواجد معكم بالحلقة الممتازة ان شاء الله الفترات اللي جاية هتشوفوا حاجات جديدة طبعا في برنامج هو المجتمع ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته